موسيقى من أجل ملاقشات القضية وقضايا أخضرنا نستطيع فضلك سيدي عبدالجليل أبا زيد عضو مجلس مقاطعة الحي المحمدين مدينة الداربيضة سيدي عبدالجليل أبا زيد مرحبا بك شكرا بارك الله فكرا شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة انفاس بريس وعلى تتبع الشأن المحلي بشكل مسؤول وإيجابي سيدي عمدة مدينة الداربيضة وعدها سيدي لكم زيارة إلى المقاطعة في إطالة الجوالات من أجل استماع النبادات المنتقبين ونبادات المشام المدني في مقاطعة الحي حمد محمدين ولكن حتى الساعة لم يتم الوفاء بهذا الوعد ما أريد أن تزوركم؟ صحيح وقع أن الشي ماشي كان وعد كانت مرسلة فاشنة لأننا نحضروا واحد توقيت واحد تاريخ معين إلا أنه ليلة قبل المعيد المتفق عليه كانت مجاج وفي حين أنها مشات المقاطعات أخرين والحي محمد المزاكين تقدر القولهم للسيدة نائبة السائدة عمدة الداربيضة من أجل يطرح وحل المشاكل كبيرة وعالقة بالحي محمدين ما أهم مشاكل يمكن أن تطرح على عمدة مدينة الداربيضة؟ ليس تعلق غير بالحي محمدين وعند خصوصية غير بالحي محمدين أول أعاق في الحي محمدين هو سوق الدجاج للجملة لأنه أخلق واحد ساكلة الحي محمدين بواحد شكل كبير معاناة كبيرة من الساكلة من حيث الوائح الكريهة وفي حال الحي محمدين يعتبر أصغر مقاطعة من حيث المساحة من 16 مقاطعة في الداربيضة ويوجد في أكبر سوق لبيع الدجاج للداربيضة وهذا قمة أنه لا أعطوش الأهم بالحي محمدين والسخط الدجاج يعني من تقريبا تجربة السابقة والأصبق ساع الساجد هو المشكلة تسترح وكل مرة يعتقد السقن ساحة المحمدين أنه الحل قد اقترب ولكن في قادمة يروح المكان أندي أه ده بعد المشكلة في حقيقة ما كان جرأة سياسية والأول حاجة له شراء السياسية لم يكن والإدارة والدولة ستأخذ قرار حالي بأنه دوليا ممنوع به الدجاج الحي ممنوع به الدجاج الحي في الحواضر كنا نرى أن الدجاج لا ينتج عنه كنا نعرف أنه يتم أحد المجمع هذه الشاحينات الكبيرة للمغرب كامل كتجي لها تسوق الدجاج بشأنها توزع الدجاج على الحي محمدي أو غير الحي محمدي وطبع للحال هذا كنا نعرف السلوكات لبعض الدجاج للمغرب كدجاج الميت يرمون بطريقة عشوائية ولم يمكن أن يتبعون من ناحية النظام فرعا تغلب لأنه لا يمكن أن تقابل واحد المرافق كنتم كممتخبين في مقاطعة المحمدي وفي المسلوك ممتخبين في مدينة الضارويدا وطرحوا هذه المشاكل عن مستوى الدورات ومستوى الليجان المجلس وكيف يشكو رضي في عديلها؟ هذه المشكلة كل شيء يعترف بها لأنه لما أنا تحدى كانت تحدى أي مسؤولي ووقف عشرة دقيقة حتى ما أدى سوق دايش كانت تحدى أي مسؤولي كانت تحدى لأنه يوقف عشرة دقيقة ما يقدرش يوقفه من ذلك الرائحة الكارهة لذلك أخلي بالقوارد والمشاكل طائر العوالي تبعات السوق لأن المنبر كان طال وأنه يتحول للسوق من ذلك واحترام منظمة الصحة العلمية قوانينها لأنه يمنوع يتبع الدجاج الحي من المنوع الحضارية تشكل هذا خاصة بأنه يوجد شاحنات من عمرين الدجاج الجيل وفي الليل في الصباح ومن ذلك يجمع واحد صانع ضيق صحية ومن ذلك يجمع الهمشة ومن ذلك المشكلة الكبيرة خاصة بأنه يقرب المؤسسات التعليمية التي تشكوهم من ذلك تشكوهم من ذلك مقاطعة حين محمدي بإمكانها تكون المقاطعة النموذج على مستمدد الضربة لأن العقارة المتحكم فيه المشكلة كبيرة في علاقة 1 ملفة أو 2 ملفة لماذا تكون المقاطعة حين محمدي لماذا تكون المقاطعة النموذج لماذا تكون المقاطعة خاصة نسمح لي قطعت بأنه حمولة تاريخية حمولة ثقافية حدث محمدي تقربة أن يضمه على حساب الإحصائية المدير التقطيق هي حدث 220 ألف سنة 220 ألف حساب عام 2014 كانت 165 حدث كانت 220 حدث 220 حدث 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 وعاد حدث 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 غير حدث حدث نموذج حدث نموذج إلا أن نرى بعض الرؤساء سمح بعض الرؤساء يوجد غلشه أولا منها أين كان هدف الوريس لإصلاح و ترميم و شامة و أحد دار و سيضع خارج شامعة و دمجة هذا من المعدي و الأدلاع لأن هذه الحقرة على حي محمدي اخر مخاطعة من ميزانية ٢ في حي مقارنية هذا ما تقريب توعق؟ مثالا أمي julius 500 مليار هل تدام مداخل وُعده في بريوط عمله ستفهل 200 مليون اbachّاد مقاطعة حين مهمادي حينضعت فزل خاصة هذا حين مكتمل ومحمدي لأن حي هشو فقير أغلبه لحشاشة والفقرة حقا استعطاه واحد الأوليوية وستعطاه واحد الأهمية نظر الاعتبار التاريخي كحي دي المقاومة والنضال والعطاء بمجموعات غنائية والمصرح منذكور بينهم المشاهب السهام والجلسغي والجلالة لأن الحي محمدي كان يعطيه ودبا الآن نرى في حقيقة الحي محمدي الهوية دياله ومنسبة للمويشيف لأنه تقريبا كل وجل الآية للسقوط الهوية دياله بدأت تغيير نوعا ما وخاص لي واحد درس على الهوية دي الحي محمدي ندخلوها تكلمي حورتها على تصميم تهيئة كان بعض الأصوات داخل مقاطعة الحي محمدي سيطالوه تعديلتها على تصميم تهيئة داخل المقاطعة لماذا تستطيع أن تتعديلتها على تصميم تهيئة هذا المرافع لإعادة تصميم تهيئة أنا كنت شخصيا مكلف في تعمير واحد الولاياتين وقد كنت ندافع على أن الحي محمدي أريد أن تعطيه حقه بناءًا لك شيء لك يعيش حي محمدي أو لك يعيشين في النازل الحي محمدي كانت أغلاط في حقيقة من الوكار الحضارية في حق الحي محمدي والدليل على ذلك على أنه فوتوا من نسبة لك أن نصبب التهيئة حين كانت نمكلف بنا الوكار الحضارية في حين أن مقاطعة وكما يجب أن نستمع لكي من ستبعين ستبعين تصميم 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 حي محمدي نوار اللي حديث وله عراج الحيب محمدي وتعرفون الحيب محمدي عنده مركب من عائلات او عنده عائلات مركبة كتعرف الاب كيسكن مع الولداته كيسكن مع الولداته كيسكن مع الولداته كيسكن معها جيخته جي مهم لان مني كتلقاش العرض استقلب على الطول لما عندناش فين اذاك شيء وهذا كي خلق مشكيلي لا السلطات المحالية لا احنا كمنتخبين لان في كي يبدأ ذاك خرق دل دل تعمير كي يبدأ العشوائي كي يبدأ في الليل او مضربة مع السلطات هاو زاد كوزينة زاد لان التسيق سوي تسوى ذاك يخلق واحد اختيقان داخل حموال سوى للسلطات المحلية او لك المنتخبين او لك ساكن الحيب محمدي ولكن ما تشوش باننا يعني دبال الحيب محمدي تعرفت مشكلة على الدور الاين السقوط اذا اسمحنا مثلا ببناء طابق او طابقين البحث يقول كده تكون فيه تديد على الناس ودائما تكون نموذي الشعاء و تكون مستحضر من ثلاثة عمارة اسباتة لانهار صباح طريق ايه ومشيال ان اسباتة الحيب محمدي تعرفت نهار في بعض المنازل في حقيقة كان واحد مشكلة عارض كبير اولا بعد اداد دربدة بوحدة وحيدة من بين المدن المغربية او من بين المدن المغربية او من بين المدن المغربية التي تابع الوزارة الداخلية ووكال الحضرية وفي حين امر ان هذه الوكالة اخصت بالوزارة اعداد التراب الوطني و التعمير انها هي لكاتشرف وسياسات المدينة لانها اختيش شرف تكون واحد نظرة شمولية و جمالية ايه حي حي في الدربدة او غير الدربدة و التالي كنشوف الحي محمدي ارى لشتدي واحد صورة افوق من الفوق را كتلقى واحد عشوائية كبيرة عشوائية كبيرة شي طال اربعة عطار تلات عطار تلات عطار تلات عشوائية واحد خاصة انا الحي محمدي تزين بواحد خطين ديالترامواي اعطا واحد الجماليالترامواي تزين بواحد داك شي ولكن زائرين كي لاحظوا على انه انه كين مشكلة كين مشكلة في اضافة انا ذلك كين واحد الارض يا صندق اللي كان واحد اتفاق قبلي ما بين العمدة سيشاجي الله يذكرواي خير و الواكر الحضاري على اساس مثلا مقر داك المقاطعة الحي محمدي هو ملك داك صندق و بالمقابل اعطاهم داك الارض يا صندق اللي تقرأ من ستا لكتار اعطاهم ترخيص او اتفاق او اتفاق او اتفاق داك الواحد المحضر و اتفاق او انا اعطاهم داك المقار داك المقاطعة على اساس نعطاهم واحد عمارات داك الاربلسات هادشي متفاعلش اجاد داك الواكر الحضاري داك داك زونفيرت اما تصميم تهيئة و انا انا ما شئ ضد زونفيرت و لا كان وحد الاتفاق اللي كانت تهيئة مع الجماعة داك الاربيدة لأساس انه اعطاك وحد المرفيق و اعططوا وحد المرفيق او كان دبوش لحيت الحي المحمدي محتاج العمارات السكانية ولا محتاج اصلا المساح الخضراء بالعكس ان القارنة عن مساح الخضراء و ربما يتفاعل مع الناس مشارة ايجابية على ان اردية العمارات نحن نطلبه أن نتابع لحيق محمدي كاريسة مدينة من ناحية التاريخية من ناحية الترابية نتابع المقاطعة دعين سنة نطلبه أنه من خلاله وخحنا في الحيق محمدي والذي كان أعضاء في مجلس مدينة نطلبه أن هذا الكاريس مدينة يكون المتنفس كبير لحيق محمدي كنا نطلبه أن يكون جامعة للتعليم وتكون المتحف المقاومة بحكم أن حيث مقاومة الداكرة وتكون فضاء كبير يكون فضاء كبير فضاء أخضر لحيق محمدي لحيق محمدي وهذه الأرض التي يصنطك بعيدة للساكينة أعلم أن نستطيع أن تكون لحيق محمدي وبهندد فضاء أو الحيطة يعني لحيق محمدي كل واحد السياح أن نذهب إلى جمالية على الحيق المحمدي وعندنا نقوم بتقصم حلقة دعينها حيق حيط عسوسيكا يقولك بأن حيط عسوفي قدرت حيط عسوسيكا على ما ساواء جلب السياح ولل تباقى حيط أحد المدقس حيط المحمدي وكارنه بالحيط الحيط الأدريخ ولماذا تعيش بحيط العسوسيكا حيث سيكاف حقها سماح الله الذي دروفه الخيانة التوراة في حقيقة وحيد العمال شركة كوزيمار أعطوهم السكن في إطار العمال الاجتماعي لا يوجد شيء سيبغاء لا أعطوهم قيمتهم لأنه لا أعطوهم شيء على المكان لأنه كله وظن كله مشكلة صب بلندن كما يوجد المشارات هذه المشارتية مبنى كيف سيعيبنى بأمانك. وحقنا كنطلبة من المر اذا كنت تختبئ من توراة لا يوجد شيء بالشارع الخير مثلا بالشارع الخير والخجي للداخل والقواس ولكن السوسيكا لا علاقة بأنها تكون معمار تاريخي شكرا جزيلا على قبلك الدعوة شكرا جزيلا إلى اللقاء في فرصة القادمة